امرؤة تفضلي تفضلي امرؤة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يعطيك العافية الشيخ الله يعافيك ويبارك فيك وانتم بخير الله يحفظك بس سؤال فلعندي زوجي بغسل كلا فما بعض بالنسبة للصيام ايه يغسل كلا بأي طريقة طريقة البريتوني نعم حاليا حصل له الهوز برقبته بغسله الدم عن طريق الرقبة ايه كم مرة في الاسبوع مرتين أو ثلاث ثلاث مرات ايه اذا كان الدم الذي يدخل طبعا هم يسحبون الدم ويعيدونه يضعون معه غالبا سكريات مواد مغذنة فهي بذلك تفطر على قول اكثر اهل فاليوم الذي يكون فيه عنده غسيل للكلا ويأخذ معه هذه يعمل غسيل فهم يضعون مع الدم اشياء من السكريات وغيرها الاشياء المغذنة فهو يفطر بذلك ويقضي باذن الله تعالى بعد رمض افردك الله دكتور بارك الله بالنسبة للأيام العديه يقدر شمهو عنده السكر والضغط طبعا اذا كان ما عليه مشقة من الصوم فيسر اذا كان عليه مشقة وتعب يفطر الله تعالى يسر لنا الدين الله يقول ويسيرك اليسرى فاذا كان عليه مشقة وتعب فيفطر ويقضي بعد رمض بارك الله